في جديد احداث المعارك الدائرة في مختلف المناطق العراقية بين القوات الحكومية المدعومة بميليشيا الحجد الشعبي الشيعية والايرانية من جهة وتنظيم الدولة من جهة اخرى ففي محافظة صلاح الدين اقتحمت القوات الحكومية والميليشيات الشيعية منطقة القادسية وسط مدينة تكريت في محاولة منها لاحكام السيطرة على المدينة وذلك بعد يوم من سيطرتها على معظم بلدة العلم خلال معاركها ضد تنظيم الدولة في مدينة الرمادي بمحافظة الانبار مسرح اخر للاشتباكات حيث قالت مصادر محلية ان عناصر تنظيم الدولة شنوا هجوما واسعا بداؤه بتفجير ست سيارات مفخخة في مواقع تابعة للقوات الحكومية والامنية وسط الرمادي اعقبها اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجانبين بلدة الجرمة في الفلجة التي لا زالت تشهد مزيدا من الاشتباكات العنيفة بين الطرفين منذ عدة ايام والتي سقط على اثرها العشرات من كلا الجانبين تشير مصادر امنية تابعة للقوات الحكومية بسيطرتها على مواقع في محيط البلدة ما ساعدها على التقدم اكثر نحوها فيما اكد تنظيم الدولة قتله لعدد من عناصر ميليشي الحجد الشعبي شمالية الجرمة عمليات السيطرة التي تقوم بها القوات الحكومية والميليشيات الشيعية للمناطق الواقعة تحت قبضة تنظيم الدولة تعزز المخاوف من حدوث عمليات انتقامية تقوم بها الميليشيات الشيعية بحق ابناء السنة والتي كان اخرها ما حصل في قرية البوعجيل وحول المئات بل ربما الالاف من عناصر الحرس الثوري الايراني والباسيج الايراني في مدن تكريت والانبار ومناطق غرب بغداد وشمالها مع كامل عتادهم العسكري كشفت مصادر صحفية عن وزير في حكومة لعبادي قوله بان عناصر الميليشيات الشيعية الايرانية دخلت العراق بعلم مسبق من الامريكيين ومن غرفة التحالف الدولي المتواجدة في المنطق الخضراء ببغداد بعد ابلاغ لعبادي لهم بذلك وذلك قبل ثلاثة ايام من بدء الهجوم على تكريت اذا هي معارك كر وفر بين القوات الحكومية وشركائها من الميليشيات الشيعية وبين تنظيم الدولة دون ان تعلن الاولى عن جدول زمني معين لانهاء تلك المعارك حيث عزفت على وتر دول التحالف في محاربتها لتنظيم الدولة هذا ما تقوله مجريات الاحداث وهو ما يساهم في تفاقم حالة الفوضى الامنية في بلد تطارده لعنة الصراعات منذ الغزو الامريكي اشتركوا في القناة